المساء من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة نهاية معركة لها عمر الأزمة السورية تنفيذ اتفاق على خروج المسلحين من داريا وعودتها إلى سيطرة الحكومة السورية محاولة الأمريكية الروسية لرسم خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السورية فهل تساعد تطورات الميدان منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة اصطفاف بين معارض وموال فهل تمتلك القدرة على معالجة الأزمات هو الملف السوري الذي يشغل عواصم العالم بتطوراته وفي الطليعة موسكو وواشنطن لساعات طيلة النهار والليل مشاورات في جينيف وفي أنقرة قرارات متلاحقة بإرسال المزيد من العتاد الثقيل إلى شمال سوريا وتحديدا إلى جرابلوس وقرب دمشق تكتب خاتمة لمعركة طويلة في دارية بعد حصار لها استمر أربع سنوات خضع المسلحون لشروط الحكومة السورية وقرروا مغادرتها بعدما خذلهم من اعتقدوا أنهم سيهبون لمساعدتهم فما هي تداعيات خروج المسلحين من دارية وعودتها إلى حضن الشرعية وما الأهمية الميدانية والسياسية لهذه الخطوة وكيف يمكن فهم سرعة الانتصار على داعش في جرابلوس وهرب مسلحي التنظيم كما لم نرى سابقا بشكل جماعي وهل هو تعويض للمجموعات المسلحة عن فشلها في فك الطوق عن عناصرهم شرق حلب وهل تدعم هذه المسجدات الميدانية المساعي الأمريكية الروسية لإحداث خرق في جدار الأزمة السورية هذه التطورات ستكون محور النقاش في ملفنا الأول في المسائية بينما نناقش في الملف الثاني الفرز السياسي الذي نتج عن منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة والتحديات التي تواجه الحكومة سياسيا واقتصاديا وأمنيا بداية إلى موجز لهم الأنباء كمال شكرا لك أهلا بكم أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن الإدارة الأمريكية لا تدرس مسألة إقامة منطقة حظر طيران في سوريا واعتبر إرنست أن دعم موسك للنظام السوري هو الذي يعرقل طعميقة تعاون العسكري بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا وقال إرنست أن الولايات المتحدة تريد أن ترى لدى روسيا وسوريا نوايا واضحة تثبتها الأفعال ميدانيا للوفاء بالتزاماتها في إطار الهدنة التي وقعناها قبل عدة أشهر أعلن للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف شركة عرمكو النفطية في نجران جنوب السعودية بصاروخ باليستي وبعد ساعات استهدفت الشركة في جيزان بصاروخ مماثل في المقابل قالت عرمكو أن جميع منشآتها في المملكة تعمل بصورة عادية فيما أعلنت السعودية اشتعال النار في محاول الكهرباء بعد إصابته بمقذوف أطلق من اليمن على مدينة نجران إلى ذلك بث الإعلام الحربي في اليمن مشاهد تظهر سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع قلل الشيباني والزج في محافظة عصير جنوب السعودية والمطلة على منطقة علب الحدودية كما تظهر المشاهد تدمير الجيش واللجان الشعبية عددا من الآليات السعودية دعا زعيم الطيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر النواب في البرلمان إلى دعم رئيس الوزراء في إسناد وزارتين الداخلية والدفاع إلى مرشحين مستقلين وذلك خلال مدة أقصها 45 يوما فيما طلب العراقيين بعدم السكوت عن أعضاء البرلمان الصدر قال في بيان الله أن البرلمان أثبت فساده بنفسه وأثبت أنه داعم لمن يدعم الفساد من الحكومين ويعادي من يكشف الفساد قرر القضاء الفرنسي تعليق قرار حضر البركنية أو ما يعرف بلباس البحر الإسلامي وأكد مجلس الدولة الفرنسي في قراره أن قرار المنع المثير للجدل شكل انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحرية الأساسية وذكر المجلس جميع رؤساء البلديات الذين استندوا إلى مبدأ العلمانية لاتخاذ قراراتهم بأن قرار منع ارتياد الشواطئ لا يمكن أن يصدر بناء على أي اعتبارات أخرى غير مبدأ الحفاظ على النظام العام ختام الموجز عودة إلى كمال ومتابعة المسائية خالد شكرا جزيلا لك خرج عشرات المسلحين مع عائلاتهم من دارية في ريف دمشق الجنوبي نحو إدلب وعشرات العائلات نحو مراكز الإيواء في قرية حرجلة في ريف دمشق الجنوبي خروج المسلحين والمدنيين يأتي تطبيق الاتفاق يخرج المسلحين من دارية ويسوي أوضاع من يود منهم في إطار عودة المدينة إلى سيطرة الجيش السوري هذا التقرير لمحمد الخضر دارية في ريف دمشق الجنوبي تحت سيطرة الجيش السوري اتفاق ينهي أربع سنوات من المواجهات العنيفة بين وحدات الجيش والمجموعات المسلحة تقدم الجيش السوري في عمق المدينة فرض المعادلة الجديدة على المسلحين الانجزة في مدينة الدارية اليوم يعتبر محطة أساسي في التأثير على كافة البلدان والمناطق والقرى القريبة التي تحتوي إرهابيين اليوم تتمتع من موقع استراتيجي متميز قربة من العاصمة دمشق صلة وصل بين الغوطة الغربي والغوطة الشرقي الجيش السوري انتقل خلال الأسابيع الماضية للتضييق على مجموعات شهداء الإسلام وسيف الشام وغيرها تضييق شكل الضاغطة الكبير على المسلحين لإبرام اتفاق الانسحاب بعد تضييق الخناق كان الجيش العربي السوري يوميا سياسة القدم المباني والأحياء والحارات حتى تتمكن من تضييق الخناق وحصر المسلحين وسط دارية وتحت ضربات نيران الجيش العربي السوري قاموا بتوقيع الاتفاق والخروج من مدينة دارية نجاز كبير هذا للبلد وإن شاء الله نحن مستمرين بهذا الشغل وإن شاء الله من دارية لكل شيء يحيط بالشام ومعادة الشام ومحافظات دمشق بإذن الله ساعات بانتظار إخراج المسلحين والمدنيين من عمق المدينة حافلات لنقل المسلحين باتجاه إدلب شمال سوريا واخرى لنقل اللاجئين باتجاه مراكز اليواء في ريف دمشق طبعا أكيد ارتحنا هلأ ان شاء الله صار في حياة من أول وجديد بعد لكنا مفقودين بكل معنى الكلمة نتجحين على تسويت الأوضاع والرجع ان شاء الله نعيش حياة طبيعية والله كنا نحن في دارية وهلأ طالعونا من دارية والوضع في دارية كثير كثير سيء يعني كانوا وأكل وجوع وقصف وكثير يعني ووضع كثير سيء بالبلد ويعني هلأ وقت طلعنا نفسيتنا ارتاحت طلعت من دارية الحمد لله وجاي هون ساعد وضعي وما بدي شيء عال بس بدي أرجع لحظم الوطن هلأ طالعين هون نشوف أهلينا إنه أربع سنين ما شفنا أهلينا إنه يعني أربع سنين محاصرين جوا أغلاق ملف دارية يغلق جرحا غائرا في الجسد السوري جرح يحتاج إلى سنوات من أجل علاجه خصوصا مع نزيف الدم والدمار الكبير في المدينة محمد الخضر من دارية في ريف دمشق الجنوبي الميادين شمالا أرسلت أنقرة مزيدا من الدبابات عبر الحدود إلى شمال سوريا الدبابات انضمت إلى القوات التركية التي دخلت جرابلس بمرافقة عناصر من الجيش الحر وهي تشارك في المعارك جنوب المدينة وغربها رئيس الوزراء التركي بن علي الدرم قال إن العملية العسكرية التركية في سوريا ستستمر حتى ضمان أمن بلاده تقرير أحمد عبدالله عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا عنوانا لتدخلها العسكري في سوريا تتواصل إلى قضاء قرق ميشي التركي المتاخم لمدينة جرابلس أرسلت تركيا تعزيزات جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة أعداد كبيرة من الدبابات والوحدات المدرعة وأليات أخرى تمركزت في المنطقة التي جرى انتزعها من تنظيم داعش بتنصيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة التدخل العسكري التركي في مناطق حدودية تسكنها أغلبية كردية وضع تركيا محطة تهمات بأنها تتخذ من تنظيم داعش دريعة لاستهداف الكرد اتهامات ترفضها تركيا وتؤكد أن مهمة جنودها تقضي بضمان أمن الحدود وحياة مواطنيها وأن كل المعلومات خارج هذا الإطار ليست سوى أكاذيب هذه كلها أكاذيب وغير مبنية على الواقع الجيش الحر في سوريا منشغل بمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى جنودنا يقدمون إليهم الدعم اللوجستي الدفاع التركي قابله هجوم من المجلس العسكري في جرابلس المجلس اعتبر في بيان أن ما حصل في المدينة تم باتفاق مسبق بين تركيا وتنظيم داعش الاتفاق بحسب المجلس يقضي بأن ينسحب مسلح داعش من دون إطلاق رصاصة واحدة لتدخلها في المقابل العشرات من الفصائل المسلحة والمتطرفة مثل جماعات أحرار الشام ونور الدين سانكي وسلطان مراد وغيرها المتحدث باسم مجلس جرابلس العسكري علي حجو أكد عدم التواني في الدفاع عن النفس وقال إن المجلس لن يقبل بأن يتم السبدال داعش بجهات وأطراف أخرى لها ارتباطات مشبوهة مع القاعدة وتحمل أفكارها لمناقشة هذا الملف معي الآن مباشرة من دمشق الباحث في مركز دمشق للبحاث والدراسات العميد تركي حسن معي أيضا من واشنطن محلل أشؤون السياسية والدولية في معات كاتو السيد داك باندو أرحب بضيفي العزيزين وأبدأ معك سيادة العميد تركي حسن في دارية اليوم هذا التطور حيث تنجز الدولة السورية الحكومة السورية اتفاقا مباشرا مع مسلحي دارية دون تنسيق مع الأمم المتحدة كما عبرت الأمم المتحدة عن ذلك وتخرج المسلحين من تلك البقعة الجغرافية نريد أن نتحدث بداية عن أهمية هذا ما جرى اليوم وآلية الدولة السورية في التعاطي مع مجموعات مسلحة دون وسطاء خارجيين ربما يكون هناك وسطاء محليين لكن دون وسطاء من الأمم المتحدة واطراف خارجية مساء الخير أخي كمال مساء الخير للضيوف وسطاء الخير أيضا للمشاهدين أنا أعتقد أن ما أشرت إليه هو الأهم في هذا الاتفاق صحيح الاتفاق ما جرى مهم وإخراج المجموعات المسلحة من دارية أيضا مهم جدا ولكن لأول مرة يجري تنظيم اتفاق بين الحكومة بين الدولة بين الجيش والمجموعات المسلحة المختلفة وهو ما جرى في دارية هذا يؤكد على أننا الاتجاه السياسي في معالج القضايا الداخلية والتسويات التي تدهجها الحكومة السورية أفضت إلى جسور ثقة إلى حد ما لا أقول أن دارية كانت تستطيع أكثر من ذلك قد توقعت أن يجري ذلك منذ شهرين يعني أن تنتهي دارية منذ شهرين ولكن هذه المسألة أن يجري اتصالات مباشرة بين القوات السورية والمسلحين وينظم اتفاق وهذا الاتفاق يجري تنظيم إخراج المسلحين على أربع دفعات وعلى أربعة أيام بهذا المستوى من الجاهزية وبهذا المستوى من التنسيق ويؤدي أيضا إلى نقل المجموعات المسلحة التي ترغب بالزهاب إلى إدلب والأخوة المواطنين الذين يرغبون بحل قضاياهم أو أوضاعهم من خلال تسويات محلية مستفيدين من العفو العام وبنفس الوقت الانتقال إلى مراكز الإيواء هذا أمر مهم جدا في غاية الأهمية وأعتقد أن هذه المسألة يمكن التعويل عليها للانتقال إلى مناطق أخرى لأن يجري بحث هذا الموضوع وأن تجري تسويات مماثلة أنا أعتقد أن الدولة السورية تسير بسلاس خطوط متوازية لدينا سلاس نمازج النموذج الأول هو ما جرى اليوم وكان قد سبقه نموذج حمص ولكن نموذج حمص كانت ترعاه الأمم المتحدة وحتى الزبداني وحتى أيضا القدسية وحتى الوعر كانت الأمم المتحدة ولكن هذا إنجاز جديد الناحية الثانية هو ترك الجغرافيا الناحية الثانية هناك نمازج أخرى أن هناك يعتبر مساكنة وخاصة في جنوب دمشق بيت سحم ببيلة يلدى إلى آخره هذه مناطق هادئة منذ سنتين لا يطلق فيها طلقة واحدة وبالتالي الأخوة المواطنون يخرجون ويدخلون بشكل طبيعي وبنفس الوقت هذه التسويات صامدة نريد أن نسأل عن أهمية استراتيجية لموقع دارية بالنسبة للعاصمة دمشق وأيضا خطوط التماس مع دارية سواء باتجاه العاصمة أو حتى باتجاه القنيطرة المعظمية باتجاه مزارع خان الشيح وغيرها لكن اسمح لي أن أشرك أيضا ضيفي حيث تحصل تطورات كبيرة في الشمال سيد باندو كما تعلم المزيد من الدبابات التركية تدخل إلى الحدود السورية نريد أن نعرف من وجهة نظرك حدود هذه العملية التركية وأيضا حدود الموافقة الأمريكية على التحرك التركي داخل أراضي السورية أعتقد أن الحكومة التركية تستغل في الواقع الظروف التي سادت بعد انقلاب الفاشل حيث أنها لها سلطان أكبر على الجيش داخل تركيا وأطلقت نتيجة لذلك هذه الحملة داخل سوريا ويبدو أن الحكومة التركية باتت ناشطة أكثر في مواجهة داعش وتريد أن تجد نفسها في موقفا لإبعاد أي عناصر كردية شمال سوريا بالتالي أعتقد أن الحكومة التركية لها في الواقع هدفان مختلفان الهدف الأول هو محاولة إضعاف داعش والسعي للسيطرة الكاملة على الحدود وإبعاد شبح قمة دولة كردية بالطبع هذا سيؤدي إلى إيجاد بعض التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الذين عملوا سابقا وحضرا مع الأكراد لكن يشتر بنا أن ننتظر لكي نرى كيف ستطور الأمور سيد بردو واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد حلفاء أو أصدقاء على الأرض يقاتلون في البر على الأرض سوى المجموعات المسلحة الكردية الآن هناك خيبة أمل من قبل هذه المجموعات الكردية التي استفادت من دعم واشنطن وتقدمت إلى مناطق مثل منبج ضد داعش ومناطق أخرى هذه الخيبة ألن تؤثر في قدرة أو في نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض السورية في قتال داعش؟ في الواقع الموقف الأمريكي في حالة صعبة منذ وقت طويل فعندما رغبت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ما سمي بالمعتدلين لم تنجح أمريكا في ذلك ولم تكن تجربتها ناجحة فتوجهت نحو المقاتلين الأكراد وهذا أدى إلى خلق أتوترات مع تركيا وأعتقد بالتالي أن هذه المسألة لا تسال قائمة نائب رئيس باين قد ذهب إلى تركيا في محاولة لتحسين العلاقات لكن توترت كنجالية على مستوى المحادثات بين الحكومتين بالتالي يجدر بنا أن ننتظر قليلا لنرى ما الذي ستقول إليه الأمور هذه الاتفاقات بالطبع ستؤدي إلى تدعي موقف الحكومة السورية وهي بالطبع قد عززت موقف روسيا في إطار دعمها لسوريا بالتالي أمريكا لابد أن تأخذ كل هذه التطور فعن الأتبار وأن تقوم بإعادة النظر في طموحاتها ورغباتها لسيما بالنسبة إلى التعاطي مع الحكومة السورية نعم أعود إلى ضيفي في دمشق سيد تركي حسن إذا ما أردنا أن نلخص أو نعرض لمشاهدنا العربية الآن أهمية الموقع الجغرافي لدارية بالنسبة للعاصمة السورية دمشق اليوم حكي أصبح هذا الموضوع مكرر أنها تؤمن العاصمة بشكل أكبر ولكن دعنا نتحدث أيضا عن بقية الجهات ليس فقط باتجاه العاصمة هناك جهات قريبة من المعظمية الشام التي فيها تواجد مسلح هي أيضا على خط مزارع خان الشيح وصوران القنيطرة كيف يمكن قراءة الخريطة العسكرية بعد تحييد دارية عن خارطة الصراع دارية كانت منذ بدء الحدث السوري عبارة عن منطقة خرجت عن الدولة وبالتالي كانت بدأت صحيح بمظاهرات ونشاطات ثم انتقلت إلى تنظيم عمل عسكري فيها ولعل المعركة استمرت حتى الآن أربع سنوات تقريبا ودارية كما ذكرت ليس فقط أنها تؤمن العاصمة هناك مناطق أخرى أولا تنتهي قضية المعظمية من الجهة الشمالية بشكل نهائي ومن اتجاه الغربي هناك مجموعة من البلدات امتداد للغوطة الغربية باعتبار دارية هي مركز الغوطة الغربية وهي مدينة كبيرة ويقطنها كان قبل الحرب أو قبل الصراع المسلح فيها أكثر من أربعمائة ألف إنسان وفيها هناك نشاط اقتصادي كبير إذن من حيث الاتجاهات الأخرى يعني غير دمشق هناك اتصال في منطقة نهر عيشة وطريق الاستراد الذي يذهب من دمشق إلى درعة وهذا مهم وتتصل بالمخيم من الجهة الجنوبية وهناك اتصال من الجهة الغربية في امتداد الغوطة الغربية بصحناية وأشرفي الصحناية وجديدة ومن الجهة الشمالية تتصل بمنطقة المعظمية التي كانت أيضا بالإضافة إلى دارية منطقة الصراع وبنفس الوقت لم تستطع رغم أنها أجرت أكثر من تسوية أن تنفذ هذه التسوية بسبب صراع دارية وأعتقد أن دارية الآن في خروجها ستنعكس مباشرة على مختلف المناطق المحيطة بها سواء كان من مختلف الاتجاهات يعني سواء شمالا أو باتجاه الغرب أو باتجاه الجنوب وأيضا خروج دارية يعني أن هناك أصبح فاصلا كبيرا هذا ما كان يتم الحديث عنه غزوة القنيطرة باتجاه دارية ونجد الدارية أو غزوة في العام الماضي في مثل هذه الأيام المنطقة الجنوبية أو عاصفة الجنوب باتجاه دمشق ودارية لقد انتهينا من هذه كل القضايا وأصبحت خلف الظهر وأعتقد أن هذه النتيجة الطيبة الإيجابية التي حدثت اليوم آمل أنا شخصيا أن تنعكس على مناطق أخرى وأن نذهب إلى اتفاقات مماثلة يعني اليوم تحدث عن آلية جديدة هي تواصل بين الحكومة السورية والجيش السوري وبين المجموعات المسلحة بشكل مباشر دون وسطاء وربما هذه لأول مرة وربما هذا تفتح على نوع من الثقة ربما باتفاقات مستقبلية لأن المتدخل الأمم المتحدة كان بسبب عدم الثقة في التنفيذ أرجو أن تبقى معي سيد العميد تركي حسن وأيضا سيد دوك باندو لنكمل في هذا الملف حيث أن تطورات عديدة تعيشها الساحة السورية من دارية في ريف دمشق إلى جرابلوس في الشمال مرورا بحلب أحداث دفعت كيري ولافروف إلى مناقشة العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة هذا تقرير لعلي مرتضى من دارية إلى جرابلوس في جينيف تطورات متسارعة تشهد والساحة السورية يقرأها المعنيون بالملف السوري بتمعن وإدراك في دارية شكل مشهد البساط الخضر عودة بالزمن إلى خروجهم من حمصة وغيرها فشل عناد المسلحين مجددا بالحفاظ على معقل آخر لهم انسحاب المسلحين من دارية يريح دمشق بشكل كبير فهي تعتبر من أقرب النقاط إلى العاصمة حيث تجاور مطار المزة العسكري ومركز المخابرات الجوية وتشرف على منطقة المزة الشهيرة إضافة إلى قربها من أتوستراد دمشق درع الدولي ما جعل منها معقلا هاما وله رمزيته بالنسبة للجماعة المسلحة وبعودتها إلى سلطة الدولة سجلت نقطة إضافية لصالح الحكومة في معركتها ضد الإرهاب في الميدان وعلى طويلة المفاوضات وبعيدا عن دمشق وتحديدا في الشمال السوري أعطى فشل المسلحين في كسر الطوق كليا حول تجمعاتهم في أحياء حلبة شرقية وتقديمهم ما يزيد على ألف قتيل في مختلف جولاتهم ضد مراكز الجيش السوري زيادة في قوة موقف الحكومة السورية السياسي والعسكري ورغبة لدى الأطراف الدولية بالعودة إلى المفاوضات وبالفعل وعلى ضفاف بحيرة بيمان في جنف السويسرية اجتمع وزيراء الخارجية الأمريكي والروسي لبحث إعادة سير عجلة التفاوض فيما المبعوث الأممي إلى سوريا ستفاندي مستورا متفائل بخصوص اللقاء على وقع كل هذه التطورات تبرز معركة جرابلوس التي انتهت قبل أن تبدأ حيث كان لفتا انسحاب داعش من المدينة لصالح المسلحين المدعومين بدبابات تركية بدلت أعلام داعش بالجيش الحر هناك وتراجع الأكراد إلى شرق الفرات منسحبين من منبج في قطوة إن وضعت ضمن السياقية في المشهد السوري بشكل عام فهي تنبئ إما بخارطة طريق جديدة ربما ترسم للحل في سوريا وقد نشهد أولى تفاصيله في جنف قريبا وإما بتعقيدات جديدة قد تطيل من أمد الأزمة السورية عودة من جديد إلى ضيوفي سيد باندو في واشنطن في ضوء هذه المستجدات الميدانية العسكرية في سوريا وأيضا الاجتماع الذي يتواصل بين سيد لافروف وسيد كيري في جينيف هل تعتقد بأن يمكن أن نربط بين ما يحدث في الميدان السوري تدخل تركي وغيره وبين الاجتماع الذي يجري في جينيف لنصل من خلال هذين الخطين العسكري والسياسي إلى نتيجة لا شك في أن ما يحدث مع تركيا في الشمال سيكون موضوع نقاش بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الاجتماع الجانب الإيجابي في الواقع في هذا السياق هو تحسن العلاقات الروسية والتركية وعلى رغم من تعقد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والتركية إلى أن هذه العلاقات تبقى قائمة بالتالي الطرفان لهم علاقات متينة مع تركيا وبالتالي قد توجد فرصة للأطراف الثلاثة أن يتعاون معا في سوريا بالطبع في السابق اختلفت وجهة النظر حول المرامي والأهداف وإلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد عبرتها عن موقف أقل حدية حيال الرئيس الأسد لسنين وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تقدم أيضا بعض الإشارات من خلال تصريحات هنا وهناك بالتالي هذه المسألة تبقى أساسية لكنها متأكد من أن وزير الخارجية كاري ونظيره الروسي لافروف ستنقشان في هذا الموضوع سعيا لتوصل إلى اتفاق ما بين الحكومة السورية والمقاتلين لإيجاد فرص إضافية لتوصل إلى حل يمكن تفاوض عليه حل يقبل به مختلف الأطراف ويسمح بإعانة المدنيين المحتسين في هذه المناطق كلها قضايا مطروحة على الطاولة ترجح سيد باندو أن يحصل هذا الاتفاق بين الوزيرين في الساعات المقبلة؟ أتردد في أن أحسم أنهما قادران على بلوغ هذا الاتفاق في الساعات القليلة المقبلة الأمر يتطلب بعض الوقت لكن أقله في هذا الاجتماع سيتوصلني إلى إطار عام لبلوغ هذا الاتفاق يمكن لهما أن يحدد بعض السياسات العامة لتوجيه اللعبة ولا يتم التوصل إلى اتفاق كهذا بسهولة لكن الأقل هو أدنهما باشر الحديث عن هذا الموضوع بعلم من تركيا وتركيا لابد أن تبرهن أنها مفيدة للسياسة في الإطار العام تم التوصل إلى تفاهمات سابقا في الإطار العام كأننا اليوم في لحظة تحريك الأحجار يعني في لحظة العمل وليس الأطر العامة يعني هناك ما هو مطلوب أصبح فعليا أهنيا الآن الإطار العام تم التوافق عليه في فيينا تم الحديث عن إطار عام في أكثر من مكان الآن مطلوب مجموعة أشياء محددة من الطرفين هل تعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة التي أتحدث عنها المرحلة الحاسمة مرحلة دفع الأحجار أو تحريك الأحجار أعتقد أن هذا الاتفاق الذي حصل اليوم يعطي أملا أكبر لذلك لأنه يفترض بشكل واضح أن الحكومة كانت قادرة أن تبرم اتفاقا مع المقاتلين بصورة مباشرة وهذا بالطبع يزيد الأمل بالنسبة إلى روسيا والأطراف الخارجيين بإعادة تطبيق السياسات السابقة وعدم الاعتماد فقط على الأطر العامة بالطبع تبقى المسألة معقدة للغاية لأنه يجب أن نأخذ في الاعتبار عناصر مثل داعش وجبهة النصرة وكيف ستتصرف هذه المجموعات وإن خرجت عن سيطرة الأطراف الفعلين الأقلمين لكن أقل هذا الاتفاق الذي جرب تحقيقه في المنطقة اليوم يعطي أملا كبيرا لسنة بالنسبة إلى إخلاء المدنيين وهذا يظهر أن الوقت قد حان للتحول إلى خطوات عملانية أكثر في مناطق أخرى سيادة العميد تركي حسن في دمشق نحن أمام تطور ميداني مهم في جرابلوس أيضا تطور في محيط العاصمة دمشق تحدثنا عنه في دارية وجبهة مفتوحة في حلب في جبهة الجنوب الغربي في حلب هل يمكن لنا الآن أن نربط بين كل هذه التطورات لنقول أنه ثمت ترتيب معين يجري للميدان وأن هذه الأحداث مترابطة وليست تجري بشكل منفرد في اعتقادي نعم لا يجري شيء بشكل منفرد ولكن منذ عدة أشهر ومعركة حلب تستأثر اهتمام الإعلام وكل المهتمين وحتى كل القوى السياسية سواء كانت القوى الدولية والإقليمية ولعلها كانت صحيح هي تعكس الواقع الحقيقي في سوريا وأن من يربح هذه المعركة بالتأكيد سيصار إلى تغيير في الموازين وستنتقل نتيجة المعركة إلى طاولة المفاوضات وستكون هناك نتائج هامة في ذلك ورغم أن المسألة الكردية أو الموضوع الكردي عندما حدث في الحسكة اختطفت جزءا من الوقت للإعلام ورغم أن ما يجري الآن في جرابلوس اختطف أيضا الأعلام لأنه زوء أهمية ويتعلق حتى الحادثتان تتعلقان بصلب الأحداث وفي صلب الموضوع السوري أنا أجد أن ما جرى في الشمال في جرابلوس لا يتعدى أن تم استلام وتسليم بين داعش والمجموعات الفصائل الأخرى التي تقودها تركيا والتي صنعتها تركيا سواء كان كما ذكر الزنكي أو فيلق الشام أو مختلف الفصائل الأخرى سلطان مراد سلطان سليم إلى آخره هذه عبارة عن مكونات تركية تم نقلها من الشمال في محافظة إدليب وتجميعها منذ حوالي 15 يوم وجلبها من خلال مناورة داخل الحدود التركية باتجاه جرابلوس وتم تقديم هذه المجموعات مع القوات التركية ولكن أنت ذكرتم الآن في التقرير أن هناك جرى اتفاق بين داعش والفصائل الأخرى أو تركيا تحديدا الجيش التركي على أن تنسحب داعش وهي قد انسحبت باتجاهين الاتجاه الأول في بعض العناصر من داعش ذهبت باتجاه الداخل التركي وهناك وسائق تؤكد ذلك وبعض العناصر الأخرى اتجهت إلى مدينة الباب واتجاه الثالث هو ذهبوا باتجاه مدينة الطبقة ثم إلى مدينة الرقة أعتقد أن الهدف التركي هناك أكثر من هدف وأنا أدرك أن هناك تحولات وكنت قد توقعت تحول في الموقف التركي منذ خمسة أشهر يعني قبل الانقلاب وعلى أساس هذا التحول الذي أفضل إلى تغيير رئيس الوزراء التركي السابق وهو ما يؤكد ذلك أنه تم تغييره يعني هو لم يستقل هو يقول أنني لن أترشع ولكن الموضوع كان عبارة عن إخراج من أجل إحداث هذه العطافة في الموقف التركي وهذا أدى إلى الاعتزار لروسيا ثم أدى التصريحات الجديدة التي يقوم بها عميد تركي حسن بشكل مباشر ما يتردد عن أن حلب كاملة تحت السيطرة السورية مقابل جرابلوس أو مقابل الدخول التركي لإنهاء وجود أي كيان كردي في الشمال السوري هذه المعادلة حقيقية بتقديرك؟ أنا بتقديري لا لأن لا يوجد اتصالات مباشرة ولكن هناك اتصالات غير مباشرة بالتأكيد بين الحكومة السورية والحكومة التركية عبرها سواء الطرف الروسي الآن الذي بدأ علاقة طيبة مع الحكومة التركية أو حتى من خلال الحكومة الإيرانية وحتى بالأشهر الماضية بات معروفا أن هناك قوى سياسية تركية جاءت إلى سوريا زارت سوريا يمكن خمس مرات والتقت مع القيادات السياسية وحزبية في سوريا ونقلت رسائل متبادلة واعتقد أن التصريحات الجديدة التي أطلقتها المسؤولون الأتراك سواء من الرئيس أردوغان إلى يالدريم إلى نائب رئيس الوزراء إلى وزير خارجية كلها تصب باتجاه المسار السياسي وهم يعلنون أننا بصدد التعاون مع الحكومة السورية ومع الرئيس الأسد من أجل إنجال المسار السياسي خلال ستة أشهر سيد تركي حسن هذا معروف لكن أنا ما أريد أن أستوضحه مقايضة الميدان عسكريا تعتقد أنه الآن أو بشكل عام هل يمكن أن يتم مقايضة الميدان بمعنى السماح أو حتى يعني غض النظر دعني أقول لسيطرة أو يعني تأكيد سيطرة الجيش السوري على كامل حلب مقابل أن سوريا أو حتى إيران وروسيا تغاضوا عن التدخل التركي عسكري في الشمال السوري أنا أعتقد أن قدرة الحكومة السورية على الفعل في منطقة جرابل استكاد تكون معدومة إلا سياسيا لأن القوات السورية هي على بعد خمسين كيلومتر وبالتالي ما جرى هو عبارة عن إزالة سلطة أمر واقع لداعش لتسليمها إلى الجيش التركي والفصائل التي تقودها تركيا أما بصدد معركة حلب نعم أؤكد أن معركة حلب وأعتقد أن الحكومة السورية ليست بصدد المقايضة لأن واقع الميدان الآن يسير باتجاه حسم المعركة ميدانيا ولكن أنا آمل أن تنخرط الحكومة التركية وتستدير وتشارك بشكل فعال في المسال السياسي السوري وأعتقد أنها يجب أن تشارك أنا أعتقد أنها يجب أن تشارك وعلينا أن نستثمر ذلك طالما أن هناك تحولات جيوسياسية في المنطقة ومنها الحكومة التركية بأن تشارك بشكل إيجابي طبعا أقصد في تسهيل الحل طيب سيد باندو الدخول العسكري التركي كان واضح بأن هناك نوع من التغاضي إن لم أقل التنسيق أو الموافقة من قبل إيران وموسكو والحكومة السورية أدانت ولكن لم ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة أو غيرها المهم أنه جرى على ما يبدو بالتنسيق مع حلفاء دمشق على أقل تقدير وبالتالي هذا يحتاج إلى ثمن يجب أن تدفعه أنقرة بالمقابل لهذه الأطراف هل الولايات المتحدة الأمريكية قريبة من هذه التفاهمات الميدانية والسياسية التي تجري بين روسيا وإيران حكومة السورية ربما وأنقرة أعتقد بكل بساطة أنها تقترب أكثر بكثير من الماضي لسيما أن العلاقات بين أنقرة وموسكو قد تحسنت وهذا له دلالة كبيرة فهذا يعني أنه سيسمح باتواصل إلى فتح قنوات تواصل واتفاقات أقله غير رسمية مع سوريا ويبدو أن أنقرة قد انتهجت نهجا أكثر عملانية ووقعية بالنسبة إلى توقعاتها حيال الوضع السوري وأعتقد كذلك أن الرئيس أردوغان قد قرر أن التهديد الأساسي بالنسبة إليه في سوريا من المنظورة التركي لم يعد الحكومة أسوريا بل إقامة دولة كردية أو كان كردي بأي شكل كان وعندما ننظر في السياسة التركية نرى استعدادا أكبر أقله على المستوى غير المباشر لتقبل دمشق وحكومة دمشق وتنصيق معها مع التركيز بشكل أساسي على تعاطم القوات الكردية للحص على عدم تواجدها على طول الحدود مع تركيا وعلى دمي حصولها على وجود مستقل يشكل تهديدا لهذه الأطراف بالتالي الأمر يتعلق بالخلفية والتيناميكيات السياسية إلى تغير حاسم لا أعتقد ولا أعرف أين هو التوجه المؤكد لكن التغير مؤكد على مر هذه السنوات أشكرك جزيلا شكر سيد دوك باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو كنت معنا مباشرة من واشنطن أيضا الشكر العميد تركي حسن البحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات كنت معنا مباشرة من دمشق فاصل نفتح بعده مباشرة الملف الثاني في المسائية مجددا حياكم الله في تونس انطلقت في مجلس نواب الشعب جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد الشاهد وفي كلمة أمام النواب نبه إلى أن البلاد قد تحتاج إلى برنامج تقشف وخفض وظائف وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية كلمة نالت دعما مشروطا من حركة النهضة ونداء تونس بينما رأت فيها الجبهة الشعبية استمرارا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة تقرير مراد الدلانسي رئيس الحكومة السابعة منذ 2011 يوسف الشاهد وفي أول كلمة مطولة للشعب ونوابه تعهد بتنفيذ برنامج متكاملا لإنقاذ البلاد مقدما تشخيصا للواقع الاقتصادي المتردي وللأسباب التي أدت إلى هذا الواقع كلمة الشاهد لم تخرج في مضمونها عن أولويات وثيقة قرطاش كمقاومة البطالة ودفع التنمية والتصدي للإرهاب لكنه كان أكثر تركيزا على مسألة مكفحة الفساد من خلال مراقبتنا الدقيقة ومن خلال مراقبتنا الدائمة للحكومة هذه إذا كان شفنا أي انحراف يكون تدخلنا آني ويكون تدخلنا في الوقت السليم نحن حاجتنا نعطي رسالة أمل رسالة أيضا عزيمة وحزب في تطبيق الإصلاحات التي جدت في وثيقة قرطاش الجبهة الشعبية المعارضة لحكومة الشاهد ولما قبلها من حكومات لم ترى في وعوده جديدا أو أمل للتونسيين في الخروج من الأزمة كلمة متاع رئيس الحكومة المكلف منتظرة راه شنو جديد فيها هو شحنة متاع ديمغوجيا على الشباب والجهات المهمشة مقاومة التهريب ومقاومة كذا متاع تزيف علاش رئيس الحكومة وين كان ألم يكن في حكومة ترعى الفساد وترعى التهريب الحكومات المتعاقبة منذ الثورة لم تفشل جميعها في الثقة لكنها فشلت في تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي المترد فهل ستكون حكومة الشاهد الاستثناء لجهة الإنقاذ البلاد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد لم تغير مواقف الأحزاب منها نواب النهضة والنداء سيمنحون أصواتهم رغم التحفظات بينما بقيت الجبهة الشعبية في طليعة المعارضين للحكومة ولمصار تشكيلها مراد الدلانسي تونس الميدي لمناقشة هذا الموضوع معي مباشرة من تونس الكاتب الصحفي الأستاذ الجمعي القاسمي سعد الله ما سأك سيد القاسمي وإذا ما سألناك مباشرة حول الوصفة الذي يطلق على هذه الحكومة بأنها أول حكومة تونسية واسعة التمثيل بهذا الشكل هل يمكن هل توافق على هذا التمثيل الاستثنائي الذي يطلق على هذه الحكومة وهل هذا التمثيل سوف يكون ضمانا لاستمرارها هذا صحيح بالنظر إلى الحكومات المتعاقبة التي عرفتها تونس حتى منذ استقلالها في العام ستة وخمسين لم نشهد مثل هذه التركيبة التي جمعت بين مختلف أطياف المشهد السياسي بتشعباته الفكرية والأيدولوجية قد يحسب لهذه الحكومة أن هذا التنوع كنقطة قوة لها في إطار مرحلة دقيقة وحاسمة لكنها باعتقاد تبقى نقطة ضعف بالنظر إلى كيفية الجمع بين المشارب الفكرية والأيدولوجية المتنوعة وإيجاد القاسم المشترك بينها في إطار عمل حكومي متضاما في مرحلة حساسة ودقيقة كالتي تعيشها تونس المشكلة سيد القاسمي هنا المعضلة الحكومات هي معضلة تمثيل أم معضلة برامج أم معضلة آليات تنفيذ هذه البرامج التي تعلن معك الحكومة باعتقاد المعضلة الأساسية هي معضلة برامج في إطار رؤية مستقبلية استشرافية لواقع البلاد وكذلك أيضا معضلة آليات تنفيذية للبرامج المقترحة منذ 2011 أي بعد سقوط نظام بن علي في الرابع عشر من يناير 2011 إلى غاية الآن افتقدت الحكومات الثمانية الماضية برامج عمل واضحة وأليات تنفيذ محددة للبرامج حتى أننا نتحدث اليوم عن نحو 12 مليار دينار تونسي كانت مرصودة لمشاريع وبرامج تنموية كبرى على مستوى الجهات لكنها تعطلت لأن الأليات مفقودة وما يمهد لمثله هذه البرامج إن عدمت من عدام الأمن والاستقرار طيب سيد القاسمي في موضوع البرامج برنامج التقشف الذي أعلنه السيد الشاهد أثناء نيله الثقة من مناقشة نيل الثقة في البرلمان هل تعتقد بأنه السبيل فعلا لأن تستمر هذه الحكومة وأيضا لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد باعتقادي لم نصل بعد إلى هذه المرحلة رغم خطورة الوضع لكن يوسف الشاهد اليوم أراد إحداث صدمة أو رجة على المستوى السياسي وكذلك أيضا الاجتماعي لجهة التلويح بمثل هذه الإجراءات وهي رسالة أراد من خلالها القول أن حكومته ستتخذ إجراءات أليمة ومؤلمة وحارقة لمعالجة الملفات لعله بذلك يمهد الطريق لتلك الإجراءات التي إن تمت ستجعل شتاء تونس ساخنا بأتم معنى الكلمة باعتبار أن الطاقة الشرائية والقدرة قدرة ستتحمل لدى المواطن لم تعد بتلك القدرة التي تمكنه من الصبر ولو قليلا على هذه الحكومة خاصة وللأسف الشديد أن يوسف الشاهد في بيانه الحكومي حمل المواطن مسؤولية الوضع المترد في البلاد تماما في نفس مستوى الطبقة السياسية وهذا إجحاف بأتم معنى الكلمة يعني فعلا مستغرب كان سيد القاسمي وهنا يمكن تستطيع أن تشرح لنا الهدف من هذا الكلام يعني عندما يقول الشاهد في كلمته سوف نقوم بتخفيف مصاريف الضمان مصاريف الصحة قد نضطر لتسريح ألاف العمال ونرفع الضرائب يعني كيف يفهم هذا الكلام في بلد قامت فيه الثورة التونسية بسبب البطالة قامت فيه أكثر من هبة بعد الثورة بسبب البطالة يعني كيف يمكن أن يقال الآن للشعب بأننا سوف نسرح ألاف العمال ونفرط ضرائب ونخفض ضمان الاجتماعي والصحي إلى آخر لنتغلب على مشكلة الحكومة الاقتصادية أو البلاد الاقتصادية لكن على حساب مشاعر الناس نعم هذه هي المفارقة الحقيقية لأن ما طرحه وما قاله يوسف الشاهد في بيانه الحكومي يبدو أنه مسقطا إسقاطا بعيدا كل البعد عن انتظارات وتطلعات المواطن التونسي الذي انتفض ذات 14 يناير على أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة لكنه يجد نفسه بعد نحو ست سنوات في نفس المربع الأول بل أسوأ من المربع الذي كان فيه في العام 2010 وبالتالي هذه مسألة في غاية الخطورة ستكون لها تدعيات مباشرة على كيفية تلقي رجل الشارع العادي لمثل هذه التلوحات التي باعتقاد ترتقي إلى مستوى التهديد والوعيد هنا أسأل أيضا حول دعم القوى السياسية مثلا النهضة ونداء تونس هذا الدعم قد يعطي هذه الحكومة ضمانة الاستمرار هذا سؤال وهل يمكن أن يسهل عملها أو مواجهتها للتحديات تحديدا الموضوع الاقتصادي والمعيشي يعني باعتقادي أن الأحزاب الخمس التي أبدت تأييدها لهذه الحكومة والتي شاركت فيها بحقائب وزرية اختلفت نسبها من قوة وثقل هذا الحزب إلى ذاك تبقى معنية بالتواجد في الحكم وممارسة الحكم وهي ليست معنية في واقع الأمر بتطلعات وانتظارات الشارع لذلك رأينا الحكومات المتعاقبة نالت الثيقة وبأغلبية مريحة لكنها فجأة ظهرت فاشلة تماما مثل الحكومة المتخلية حكومة الحبيب السيد التي نالت الثيقة بأغلبية مريحة ولكنها تم حجب الثيقة عنها بأغلبية فاقت 188 صوتا بتعلة الفشل لكن هذه الحكومة منها ثماني وزراء من الحكومة السابقة فبالتالي هناك مفارقات عجيبة وغريبة نصف هنا حكومة بأنها فاشلة ثم نأخذ منها ثمانية وزراء ونسند لهم حقائب وزرية أخرى في حكومة جديدة قيلة أنها حكومة وحدة وطنية وهي أقرب إلى حكومة المحاصصة المنتفخة وبالتالي هي مفارقات تميزة بها المشهد السياسي التونسي يعني هذا يعيدنا ربما للنقاش سيد القاسمي حول أسباب الحقيقية لإقالة حكومة الحبيب الصيد وإن كانت فعلا بسبب أدائها الاقتصادية أو أدائها الحكومي أو لأسباب أخرى تعلق بالخلاف داخل نداء تونس أليس كذلك؟ نعم هذا بالتحديد المسألة تعود إلى خلافات ناتجة عن تشذي حركة نداء تونس وبعض التجاذبات الأخرى ما بين القصر الرئاسي وقصر الحكومة وأقصد هنا مسألة الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة وتلك الممنوحة لرئيس الدولة وباعتقادي نفس هذه المشاكل ستتكرر بل سيتم استنساقها إذا حاول يوسف الشهد أن يمارس صلاحياته الدستورية كرئيس حكومة أما إذا يقبل أن يكون مجرد وزيرا أولا فباعتقادي أنه سيواصل مهمته طيب سيد القاسمي ربما يكون التحدي الاقتصادي الذي ربما تحدثنا عنه وهو البارز ربما في المشهد بسبب الوضع المعيشي المتردي أو حتى الشكوى من الأداء الاقتصادي للحكومات لكن هناك تحديات أخرى سوف تواجه الحكومة حكومة الشاهد بتقديرك الأولوية بعد الاقتصاد ما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الحكومة غير الملف الاقتصادي يعني باعتقاد الملف الأول والحارق هو الملف الأمني مرتبط بالتهديدات الإرهابية بالنظر إلى الجغرافية الضاغطة على تونس من خلال حدودها الجنوبية في ليبيا وكذلك أيضا على مستوى حدودها الغربية حيث تنشط العديد من المجموعات المسلحة لأنه بدون أمن واستقرار لا يمكن الحديث عن استقطاب الاستثمارات القادرة على تمويل المشاريع الكبرى القادرة أيضا على امتصاص نسبة البطالة وبالتالي مسألة الأمن والاستقرار هي مسألة محورية تكون لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي وكذلك أيضا على الوضع الاجتماعي ما لم يتم تسوية هذا الملف باعتقادي أن كل الحلول والإجراءات أو حتى الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي وبقية الدول المانحة لن يخرج تونس من أزمتها ما لم توفر البنية الأساسية أي الأمن والاستقرار القادر على ضمان استقطاب الاستثمارات والسياحة ودوران عجلة الاقتصاد طيب بناء على كل ما تناقشنا به في هذه العجالة سيد القاسمي خيرا تتوقع شخصيا بتقديرك أن تستمر هذه الحكومة رغم كل هذه التحديات التي تحدثنا عنها يعني رغم أنه من السابق لأوانه الحديثة عن استمرار هذه الحكومة من عدمه لكن المؤشرات الميدانية تدل أن عمر هذه الحكومة لن يطول كثيرا بل أكاد أقول أنه لن يتجاوز الأربعة أشهر باعتبار الملفات التي ستضغط اقتصاديا واجتماعيا عليها ثم أن هناك إشارات وتلمحات بدأت من اليوم تحوم حول إمكانية إحداث تغييرات بناء على التحفظات التي أبدتها الأحزاب السياسية كلنا نعرف أن حركتي النهضة ونادى تونس تحفظت على عدد من الوزراء وبالتالي يوسف الشاهد لم يقم بتلبية ما أرادت الحركتان حتى لا يظهر في موقف الضعيف لكنه بعد ثلاثة أشهر سيقوم بتحوير وزاري وبالتالي عمر الحكومة سيكون قليلا ومحدود شكرا جزيلا لك سيد الجمعي القاسمي الكاتب والصحفي كنت معنا مباشرة من تونس المسائية انتهت في ختامها تذكير بعناوين ملفات الليلة نهاية معركة لها عمر الأزمة السورية تنفيذ اتفاق على خروج المسلحين من داريا وعودتها إلى سيطرة الحكومة السورية محاولة الأمريكية الروسية لرسم خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السورية فهل تساعد تطورات الميدان منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة اصطفاف بين معارض وموال فهل تمتلك القدرة على معالجة الأزمات لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة